اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما اننا سنتدرب على استخدام الضمير الذي يعبر عن الملكية سنستمع الان الى محادثة بين روس واتسن واحمد وهما يتجولان في انحاء البيت حيث تشرح روس لاحمد تقسيم الغرف فلنستمع الان الى المحادثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأترجم لكم المحادثة الى اللغة العربية حتى تفهموا معناها تماماً لقد بدأت روس المحادثة بقولها هذا هو مطبخي وغرفة الطعام هناك في الناحية الاخرى فسألها احمد وهل غرف النوم في الطابق العلوي فاجبته بقولها نعم انها كذلك اي انها في الطابق العلوي ثم قالت هيا بنا الى الدور العلوي ولما صعدا الى الدور العلوي اشار احمد الى احدى الغرف وسأل روس هل هذه غرفة بيتي فاجبته بقولها نعم هذه غرفتها وتلك غرفة بيلي وهذه غرفة الضيوف انها غرفتك ثم اشارت الى الحمام وقالت وهنا يوجد الحمام وتلك غرفة نومنا وابدى احمد اعجابه بالبيت قائلا انه منزل شميل يا روس فشكرته وقالت اننا نحب بيتنا جدا والان سنستمع الى المحادثة بالانجليزية مرة اخرى وذلك لكي ترددوا عباراتها وراء روس واحمد استمعوا بعناية ورددوا هذا توجد حول тр unterwegs الوقت هالي بدروبوون مرة متحمق هل هذه Grove روس الى الملف رأس الواق bullet على ما تذهب is this Patty's room yes this is her room that is Billy's room this is the guest room it is yours here is the bathroom that's our bedroom it's a beautiful house Ruth thank you Ahmed we like our house very much I'd like to come up with me can't tell me tell me they didn't want to say well and it's time to go to the market for the last year this is my kitchen the dining room is over there are the bedrooms upstairs yes they are let's go upstairs is this Patty's room yes this is her room that is Billy's room this is the guest room it's yours here is the bathroom that's our bedroom it's a beautiful house Ruth thank you Ahmed we like our house very much من الضمائر الهام جدا في اللغة الإنجليزية ضمير يسمى ضمير الملكية وهو يستعمل قبل الاسم لإظهار من الذي يملك هذا الشيء وتذكرون أنكم سمعتم Ruth تقول this is my kitchen كما قالت this is our bedroom وفي في هاتين الجملتين نجد أن كلمتين my and our هما من ضمائر الملكية وتبع كلا منهما اسم وهناك صيغة أخرى لضمائر الملكية تستخدم فيها هذه الضمائر دون الحاجة إلى إتباعها باسم فمثلا تستطيع Ruth أن تقول this is my kitchen it is mine أو this is our bedroom it is ours وطبعا لحظتم أن ضميري mine و ours لم يتبعهما اسم ولكي تتضح لكم كيفية استخدام هذه الضمائر سنتدرب على استخدامها في جمل استمعوا الآن إلى الجمل التالية ورددوها وراء Ruth وأحمد this is my coat it is mine that is my book it is mine this is your kitchen it is yours this is your house it is yours these are his shirts these are his those are his shoes those are her dresses these are hers those are her gloves those are hers these are hers these are our children these are our children these are ours those are our chairs those are ours this is their exercise it is theirs هذا حسن هل استطعتم معرفة الفرق بين ضمائر الملكية المتبوعة باسم وتلك التي لا يتبعها اسم وتستخدم بمفردها؟ والآن سنقوم بتدريب آخر على استخدام ضمائر الملكية مستخدمين أسئلة وإجابات فاستمعوا ورددوه أحمد is this your book no it's not mine it's yours is this my glass no it's not yours it's mine is that his coat no it's not his it's hers is this our lesson is this our lesson no it's not ours it's theirs is that their car no it's not theirs it's ours والآن سننتقل إلى تدريب آخر نحل فيه أحد ضمائر الملكية محل اسم المالك ولكي نوضح لكم الطريقة سنستمع أولا إلى هذا المثال حيث تقوم روث بإلقاء جملة وتطلب من أحمد إحلال ضمير محل الإسم هكذا this is patty's room her this is her room that is billy's book his that is his book that is Ruth's coat hers that is hers that is the Watson's house there that is their house this is Ahmed's room my this is my room these are Fred and Jack's books they're these are their books those are Fred and Jack's lessons there's 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 those are theirs that is Billy's radio mine that is mine these are Charles papers ours these are our papers this is the children's bedroom ours this is ours بقي ضمير واحد من ضمائر الملكية لم نشر إليه وهو الضمير it وهو يستخدم غالبا للإشارة إلى أن مالك الشيء ليس إنسانا أي أنه قد يكون حيوانا أو جمادا كما في هذا المثال بيضاء والآن سنستخدم ضمير في تدريب صغير استمعوا ورددوا Billy's dog has a bed This is its bed That bird is singing Its song is beautiful My cat is outside Its feet are dirty في دروسنا القادمة سنستخدم هذه الضمائر كثيرا وستكون لديكم فرص كثيرة للتدرب عليها وفي درسنا القادم سنبدأ في استخدام الأفعال القياسية والأفعال الشادة في صيغة الماضي فأرجو ألا يفوتكم درسنا القادم وحتى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة